في أن توجهين رئيسيات للحصول على حالة الشفاء التام الكامل أول توجه اللي هو توجه تخفيف الآلام هذه تخفيف الآلام للوصول إلى العلاج والشفاء إذا بنحكي عن آلام العمود الفقري وأسفل العمود الفقري والرقبة في أن جزئين هذولا الجزئين لا يتجزوا أول شيء تخفيف الآلام وبعدين العلاج تخفيف الآلام بختلف عن العلاج تخفيف الآلام معناته أنا بدي أستخدم الحمامات الماي السخنة اللي أخفف التشنجات كل إذا التشنجات أخفت بخفل الآلام بدي أستخدم الزيوت العطرية المخلوط المطحون زعتر، نعنع، شومر، زنجبيل، كرومفول، كركم هذا المخلوط بالإضافة مع زيت الزيتون البكر ففي هذه الحالة أنا الدهن هذا دهن المساج هذا حيسكن الآلام وحيلين العضلات وحيخفف موضوع الالتهابات الشغلات الثانية اللي حتخفف الآلام وتجهز للعلاج اللي هي المساجات في هالزيوت هادي بشكل متكرر على الظهر يوميا مرة مرتين تلاتة وأهم مرة كبل النوم هذا بخفف الآلام وبنشط من العضلات وبخفف الالتهابات إحنا لسه بنحكي مسكينات شو أنواع مسكينات تانية؟ طبعا شرب الأعشاب المختلفة كشرب اللي هي حتعملنا تنظيف للغازات وتنظيف للكولون وهذا بشكل رئيسي حيعطيك مواد مخدرة مواد طبيعية لتخفيف الآلام وحيخفف لك الآلام شوفي كمان شغلات لتخفيف الآلام للتسكير يعني زي المسكينات عندك الوضعيات المختلفة أكيد حتلاكي وضعيات ممكن من خلالها تحس أنه الآلام اختفت فهاي الوضعيات جزء من تسكين الآلام طب يا دكتور إذا هذا كله تسكين آلام وين العلاج طيب؟ العلاج الرئيسي لحالات العمود الفقري وهو بكمية كبيرة يعني خلينا نقول 80-90% من العلاج بيكون هي الحركات العلاجية هذا هو العلاج والشغلات التانية اللي حكنا لكم عليها كبل المسكينات هذه بتكون تساعد العلاج هذا للوصول للعلاج هذا مثلا أنا عندي انزلاء قدروفي يعني في المادة الهلامية هذه أو إشي تاني ضاغط على هالعصب السياتي كنيرف اللي هو العصب الوركي اللي نازل على أصبع الكبير حلا المشكلة إنه في عندي عصب في شغلة ضاغطة وهاي سببتلي آلام في الظهر آلام بنزل على الرجلين نم نمي خضران ضعف عدم قدرة على النوم على الحركة بدك تروح للمسكينات بتروح بتحط لك شوية كمادة مي سخنة شوية زيوت مع الأعشاب بتتهنهم بروح الآلام مع وضعية مريحة لإلك انتهى الآلام بس المشكلة موجودة إذن في هاي الحالة العلاج الرئيسي حيكون حركات معينة لازم نعملها العمود الفقري بوضعيات معينة اللي هي الوضعية وإحنا لورا وإحنا واقفين أو وإحنا نايمين عظاهرنا ونشد دجرينا هذا إذا ما نفعت الحركة الأولى هذا هو العلاج هذا هو العلاج هذا هو العلاج بس الشغلات الثانية ساعدت خمسين في المية في الوصول لهذا العلاج اللي كان فعال فقط عن طريق الحركة هذه لأن الحركة هذه هي الوحيدة هي العلاج الوحيد إنه تخلي الدسك هذا يدخل لوضعه الطبيعي أو حضرتك مش مقتنع في الحركة هذه إنها تدخل الدسك بتروح بتعمل العملية وبتشيل الدسك يعني تشايفين مشكلة الدسك هي مشكلة ميكانيكية لا يتم علاجها عن طريق المسكنات بل يتم علاجها عن طريق الحركات العلاجية لتدخل الدسك والغضروف لوضعه الطبيعي ونحرر العصب أو العلاج الجراحي اللي بيشيل العصب هات الضغط اللي موجود أو المادة الهلامية عن العصب وبحرر العصب وفي هاي الحالة بنحكي عن علاج هلا فوق الـ 95% من الناس بمشي العلاج على وضع العلاج التحفظي اللي هو المسكنات هذه زيوت ومازيوت ومي سخنة وحركة ووضعيات زائد العلاج الرئيسي اللي هي الحركات العلاجية للشفاء وخمسة في المية هذولا اللي مش مقتنعين أو الوضع التاحه مش كتير صعب أو مالكي التوجيه المناسب هذولا بيروحوا للعمليات خلصنا العمليات بدنا نرجع حضراتنا كمان مرة للدكتور محمود اللي نشوف مسكنات يعطينا مسكنات يعطينا حمامات مي سخنة حمامات مي بردة أعشاب، زيوت، حركات، تمارين ويعطينا العلاج لأنه إحنا ما بسبب أو لآخر ما قدرنا نأخذ هذا العلاج بس الوقت مش متأخر حتى لو عملية بدك ترجع ونبلج من أول وجديد في العلاج مش في المسكنات تحياتي لكم دكتور محمود السوس زيوت زيوت